مرحبا خبرني يمان هو عنوان فقرة جديدة رح نبدأ ان شاء الله في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لأخبار الآن لهو سوريا الآن أو أخبار الآن الفكرة من هاي الفقرة أنه نحن نكون جسر لإعادة ربط الناس مع بعض من جديد منعرف ست سنوات مرت على سوريا أجبرت الكثير من الناس والمدنيين على النزوح من منطقة لمنطقة وبعضهم أجبر على اللجوء لخارج سوريا خلال هاي العملية كتير من الأهل من الأقرباء من الأصدقاء فقدوا بعض وما عاد قادرين يتواصلوا مع بعض من جديد دورنا نحن رح يكون من خلال تواصلكم معنا من خلال تواصلكم معي شخصيا رح يظهر طبعا أسفل الشاشة إيميل لا تتواصلوا معي وحتى حسابات في السوشال ميديا من خلال تواصلكم معي وإرسالكم معلومات عن الشخص اللي أنتوا عم تدوروا عليه سواء كان قريب أو صديق رح وصل هاي المعلومات للمعنيين لنقدر نحن نوصل لهذا الشخص وتقدروا ترجعوا وتتواصلوا معه من جديد طبعا هي العملية محاولة للتخفيف عن أهلنا في سوريا على أمل أنه كل سوريين إن شاء الله يرجعوا لبيوتهم لمنازلهم يجتمعوا مع أهلهم وأقرباءهم وأصدقاءهم ترجمة نانسي قنقر